أول سؤال عندنا النهاردة بيقول ممكن أعرف من حضرتك هل يجوز أننا نسوم أيام علينا من رمضان في أيام زل حجة؟ أكيد السؤال ده في الغالب هيكون سؤال لسيدة وهي بتقول هل ينفع أن احنا نطبق اللي موجود في أيام الستة من شوال في زل حجة؟ أن احنا نسوم الأيام دي ويبقى نفس الحكاية نفس المبدأ آه بس ملاش ده من سم رمضان ثم أتبعه ستة من شوال لا ده مش داخل معنا لكن ينفع أن احنا نقول أن في حد عايز يسوم الأيام العشرة من زل حجة وإن اللي حاصل؟ وينفع أن الصيام ده يكون قضاء ينفع لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من أيام العمل الصالح حبوا إلى الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأيام اللي هي أيام العشرة من زل حجة فيدخل فيها الكلام ده فإذا صامت الأيام القضاء التي عليها في زل حجة يحصل لها القضاء ويحصل لها ثواب هذه الأيام أيضا وإذا صام الرجل برض الأيام التي أفطرها لعلة المرض أو السفر فإذا قضى هذه الأيام أيضا في الأيام الأول من زل حجة إن شاء الله يحصل له الثواب ويحصل له كمان قضاء هذه الأيام يبقى هو ممكن أعرف من حضرتك هل يجوز أننا نصوم أيام علينا من رمضان في أيام زل حجة مش عايزة تقول إنه يجوز هي بتقول إيه هل هيحصل لنفس الثواب لو إن أنا بصوم الأيام دي بس للصيام للعمل الصالح هيحصل نفس الثواب إن شاء الله لأن أنت أو أنت نفسته أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أنت تطوعته وصمته في هذا اليوم طب بس أنا صايم فرض آه بس أنت صايم لما لأيك تيجي تكتب فلان صايم في ذي الحجة إذن يحصل له الثواب وهذه بركة من بركات حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وسعة من سعة الأمة اللي ربنا سبحانه وتعالى كتاب علينا فيا رب الحمد لله على نعمة هذا الدين الذي فيه سعة وفيه بركة وفيه نور يبقى إذن لو صبنا أيام القضاء في هذه الأيام إن شاء الله يحصل لنا الثواب إن شاء الله